السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لجميع مرحبا بكم فيديو جديد إذن انتصار ثميل لبؤات الأطلس على المنتخب التونسي برباعية لهدف في أدور ما قبل الأخير من تصصيات أولمبيات باريس 2024 المنتخب الوطني المغربي النسوي حقق الأهم ذهابا وإيابا تفوق على المنتخب التونسي بتونس بهدف لهدف واليوم كرر نفس الأداء والنتيجة بأربعة أداف لهدف هاتريك من اللاعبة المتألقة ابتسام جريدي سجلت هاتريك في هذا اللقاء كذلك فاطمة تاغنوت التي سجلت في أداب وسجلت اليوم للمنتخب الوطني المغربي إذن الطريق نحو أولمبيات باريس أصبح مضمون بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي لويز مرة على نفس الأداء خاصة في هذا الشوط الأول شفنا بوسة وكبير المنتخب الوطني المنتخب النسوي الذي ناور وقدم مستوى جبيل على مستوى الأجنحة كذلك على موتوى وسط الميدان سغلوا الفرص كما كانت لبؤات الأطلس من تشجيل أربعة أهداف في الجولة الأولى التشكيل الرسمي اللي اعتمد عليه المدرب رودريغو الذي فاز مع المنتخب الإسباني هذا المدرب في النسخة الأخيرة من كأس العالم بأستراليا ويونزيلاندا حتى الجامعة الملكية المغربية بعد اللعب المنتخب الوطني المغربي النسوي في كأس العالم كأول منتخب عربي يلعب كأس العالم وإفريقية أهل إلى أدوار قادمة يعني حقق إنجاز تاريخي في مونديال ديال السيدات بأستراليا بتأهل إلى الدور الثاني فهذا الإنجاز خلالنا نشوف الجامعة الملكية المغربية أنه تعاقد مع المدرب الذي فاز مع المنتخب الإسباني النسوي بكأس العالم الأخير بأستراليا المدرب رودريغو اللي دخل بتشكيلة دياليوم في حراسة المرمى خادجة رميشي كذلك زينب ردواني نقاش الويدي كذلك غيزان شباك ابتسام جريدي نجات بدري كذلك فاطمة تاقناوت عزيزة رباح حنان أي تلحاج كذلك إيمان سعود وياسمين كاتي مرابط هذه التشكيلة اللي اعتمد عليها المدرب رودريغو في لقاء اليوم ضد المنتخب التونسي أداء كما قلنا كان في المستوى بنسبة للمنتخب الوطني المغربي النسوي لا في لقاء الذهاب بتونس ولا كذلك في لقاء اليوم لكن الأهم هو أن نشوفنا الدعم الكبير ديال الجماهير المغربية للعنصر النسوي ولمنتخب النسوي منذ كأس أمم إفريقيا اللي شوفنا تنظمت هنا في المغرب واللي خسرنا في النهاية أمام منتخب نيجيريا شوفنا المنتخب الوطني المغربي ما شاء الله حضور كبير للجماهير دعم كبير للجماهير المغربية للعنصر النسوي شوفنا أيضا في كأس العالم للسيدات وليوم يتكرر نفس السيناديو ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط يعني كان ممتلئ على آخر يعني كان عرفه هذا الملعب اللي فيه مدرجات الجهة الخلفية يعني كان في حضور كبير للجماهير المغربية في هذا اللقاء والحمد لله الأداء كان في المستوى النتيجة كانت في المستوى كما قلت لكم الطريق نحو أولمبيات باريس إن شاء الله بحويل الله باش نلتحقوه بالمنتخب الوطني للرجال المنتخب الأولمبي أيضا اللي ضمن التأهل بعد فوزي بكأس أمم إفريقيا للمحليين هنا بالمغرب اللي انضمت هنا في المغرب وفوزنا في النهاية أنا ذاك على المنتخب المصري اليوم أيضا لبؤات الأطلس أو سيدات المغرب يبصمنا على بداية موفقا نتمنى إن شاء الله بهذه العناصيل اللي عندنا والجريبة التي خادها المنتخب الوطني المغربي النسوي في كأس العالم للسيدات وفي كأس أمم إفريقيا نتمنى أيضا نستغل الفرصة ونفوزه إن شاء الله في اللقاء القادم والأخير هو الأهم أمام منتخب زامبيا الذي فاز في الأنفاس الأخيرة على المنتخب الغاني وتأهل إلى الدور الأخير يعني قد تكون عندنا مواجهة من قلوس سهلة ولكن مواجهة في المتناول نظرة للأداء دي المنتخب الزامبيا مع الأداء دي المنتخب الوطني المغربي قادر إن شاء الله بحول المنتخب النسوي قادر يحقق الانتصار لملاو ويضمن التأهل من المباراة الأولى إلى أولمبياد باريز لملا نشوفوا العنصر نسوي نشوفوا المنتخب الوطني المغربي نشوفوا كرة القدم لا في العنصر النسوي ولا في الرجال ممثلين المغرب في أولمبياد باريز ويكون كأول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الأولمبياد نتمنى وإن شاء الله بحول الله كذلك كذلك كما قلنا حضور أيضا مميز للمسؤولين المغربة وعلى رأسهم السيد فوزي القجاع كذلك المدرب دي المنتخب الوطني المغربي وليدر جراغي اللي كانوا حاضر في المباراة كانوا في المنصة يتابعون المباراة ساندو لبؤات الأطلس ساندو كذلك اللاعبات باش أنهم يتألقوا الحمد لله تأتى ذلك في الشوط الأول برباعية لنظيفة انتهى انتهى الشوط الأول عاد المنتخب التونسي وسجل الهدف الوحيد في اللقاء إذن ليضمن الفوز المنتخب الوطني المغربي النسوي وتأهل إلى الدور الأخير ننتظر إن شاء الله بحول لاث واحد وكذلك في تسعة أبريل القادم المباراة الحاسمة أمام منتخب زامبيا ولا شيء مستحيل أمام لبؤات الأطلس كما حققنا الإنجاز في كأس العالم كأول مرة كنت أهل لكأس العالم وكأول مرة كيكون العنصر النسوي العربي والإفريقية تأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم بيونزيلاندا والحمد لله نتمنى إن شاء الله بالخبرة لها المدرب الإسباني اللي يدرب المنتخب الإسباني وتوج معه بكأس العالم نتمنى ونشوفه مستوى كبير لبؤات الأطلس أكيد عندنا بعض الخالف في بعض المراكز ولكن إن لمشينا بالأداء وتقنف هذا المدرب وكان تطعيم كذلك المنتخب الوطني المغربي في قادم الاستحقاقات أكيد غير ربحه منتخب اللي قد نعتمد عليه على مستوى الإفريقي وكذلك حتى على مستوى العالمي إذن مبروك مبروك لبؤات الأطلس لجماهير المغربية ملاكمة سواء في الفتصال كذلك سواء في كرة القدم نشوفه دائما العالم المغربي يحضر في المحافل الكبرى والأهم هو دعم الجمهور أكيد فرنسا سوف يشوفه دعم جماهيري كبير سواء للمنتخب الوطني المغربي للرجال أو كذلك للمنتخب النسوي انتمنى إن شاء الله بحويل التأهول لعدنا ثقة في التأهول شوفنا أيضا كذلك الاختلاف الكبير ما بين المباراة ذي الدهام مع تونس شوفنا في تونس على مدرجات لا طير يطير ولا وحشا يسير غياب الجمهور ما عندمش جماهير لكيدعم العنصر النسوي كذلك شوفنا المباراة ذي الأمس البارحة لعب المنتخب الجزائري النسوي يعني وخالعبو في ملعام منضيلة ما كانش الجمهور ولكن المنتخب الوطني المغربي اكسب الجمهور في كأس أمم إفريقيا الأخيرة اللي يتمضمتنا في المغرب وكذلك في كأس العالم للسيدات ولا عندنا منتخب يعني صراحة لنفتخروا به ونقولوا إن شاء الله يقدوا يشرفونا احنا عندنا كل أتيقة في المسؤولين كذلك فوز القجاع اللي كان حاضر حاضر يعني في المدرجات وحاضر أيضا مع العنصر النسوي ومع العنصر المنتخب دير الرجال من أجل أنه بشكون دائما الراية المغربية ترفر في المحافل العالمية إخواني كان هذا والفيديو دي اليوم تمنى كنا الإعجاب ديكم خلوا لتهنيئاتكم والتحية للمغاربة داخل الوطن وخارج الوطن ومبروك الفوز وإن شاء الله لختم أمام منتخب زاميا في واحد وتسعة أبريل بش إن شاء الله ينكملوا المصار ديناه التأهل إلى أولمبيات باريس الفين وربعة وعشرين وهذا هو الهدف بالنسبة لسيد فوز القجاع وبالنسبة للجماهير المغربية ولمنتخب النسوي تحية لكم وذيما المغرب ترجمة نانسي قنقر